شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين وعنة الله على أعدائهم أجمعينا إلى يوم الدين حديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول ظاهرة العنف والعنف المضاد لعله يمكن أن نقول أن ظاهرة العنف قديمة بقدم تاريخ البشرية منذ الأيام الأولى التي وطع الإنسان فيها هذه الأرض ظهرت معه ظاهرة العنف في قضية حابيل وقابيل حدد أخاه حابيل وعراد أن يقتله ولكن هابيل واجه هذا الموقف بموقف التقوى وموقف الخوف من الله سبحانه وتعالى وقال لأخيه لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين وفعلا قتل الأخ أخاه على ما في بالي في بعض التواريخ أنه اغتنم فرصة كان أخاه نائما فيها فرمى عليه حجرا وقتله ولكن هذه الظاهرة في هذا اليوم أصبحت ظاهرة عالمية وأصبحت أشد خطورة وفتكة في ذاك اليوم كان هناك مجموعة من قطاع الطرق يقطعون الطرق ويقتلون الأبرياء يقتلون بالآحاد أو بالعشرات أو بالمئات ولكن الإرهاب في هذا اليوم مزود بأسلحة متطورة وربما إذا القضية تمشي على هذا المنوال ربما والعياذ بالله يأتي يوم يتمكنون فيه أن يبيدوا الملايين بسلاح قاتل أو ما أشبه ذلك فهذه الظاهرة أصبحت في هذا اليوم من الظواهر الخطيرة العامة والملائكة من اليوم الأول كأنه تنبأوا أو استشرفوا ما يفعله الإنسان قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء هاتان الظاهرتان اللتان لازمة حياة البشرية ظاهرة الإفساد في الأرض وظاهرة قتل الأبرياء ويسفك الدماء على كل حال نحن نتحدث باختصار شديد في هذه الليلة حول نوعين من أنواع العنف النوع الأول من أنواع العنف العنف السياسي أولا تعريف العنف السياسي العنف السياسي يعني أن فردا أو جماعة تشعر بالإحباط وتشعر بالعجز عن تحقيق أهدافها بطريقة سليمة فتلجأ إلى القوة من أجل تحقيق أهدافها السياسية هذا هو العنف السياسي مرة واحد يحاول بالحوار أن يحقق أهدافه مرة واحد يحاول بالعسيان المدني أن يحقق أهدافه مرة واحد يحاول بالإضرابات السلمية يحقق أهدافه هذه كلها لا تعتبر عنفا واحد له حق أو يظن أن له حقا يحاول تحقيق هذا الحق عبر هذه الوسائل ولكن مرة واحد يلجأ إلى القاتل وإلى التفجير وإلى الاختطاف لماذا؟ لأنه يريد تحقيق أهداف سياسية هذا هو الذي يصطلح عليه بالعنف الموضوع الثاني تقييم هذه الظاهرة في ظل الأوضاع الراهنة نحن لا نريد الآن أن نتحدث حول هذه القضية بشكل تجريدي في ظل الأوضاع الراهنة حيث أن كثير من الأفراد يشعرون بالغبن ويشعرون بالجور ويشعرون بأن حقوقهم قد أهدرت سواء كان هذا الشعور شعور حقيقي أو شعور كاذب لا يهمنا أن هذا الشعور مطابق للواقع أو مخالف للواقع واحد يشعر بأن حقوقه قد أهدرت هناك شعر في التاريخ قام ضد حكومة وقته وقال أشعارا من جملة أشعاره جوركم أخرجني من داري أنا كنت قاعد في بيت أنا ما كان عندي شغلوية واحد هذا الظلم هو الذي جعلني أن أخرج وأن أتوسل بالقوة لرفع هذا الجور في ظل الظروف الحاضرة هذا المنهج وهذا الأسلوب توجد فيه ملاحظتان الملاحظة الأولى أنه لا يوجد هناك تكافؤ في ميزان القوى بينك وبين العدو إذا أنت عندك مئة رشاشة العدو عنده عشرة آلاف رشاشة تكافؤ ماكو وعندما ماكو تكافؤ العدو يبحث عن مبرر للتصفي ولسحق هذا الطرف ونحن نعطي بأنفسنا المبرر لهذا العدو لأنه الفرد أو الدول عندما تريده أن تقوم بخطوة تبحث عن مبرر عندما نحن بدأنا بالعنف بدأنا بالإرهاب هذا معناه أننا أعطينا الحج للعدو هم بدأونا ونحن دافعنا نفرض أن هناك تكافؤ في القوى نفرض أنه جماعتان في بلد أكو هنالك تكافؤ في القوى نفرض أنت أقوى أنت الآن في موقع قوى ووراءك من يدعمك ولكن معادلات عالم اليوم تختلف عن معادلات الماضي في الماضي أنت تلاحظ عدوك أنت أقوى من عدوك تنتصر عليه أنت قوتك مكافئة لعدوك يمكن تنتصر عليه أنت أضعف من عدوك بمقدار يمكن أن تنتصر عليه ولكن الآن هناك قوى عالمية هذه القوى العالمية لا تحب في كثير من الأحيان أن ينتصر طرف على طرف أنت أقوى ولكن الطرف الأضعف هناك جهة خارجية تمد هذه الحرب اللبنانية أمامنا الحرب اللبنانية دامت أعوام طويلة هذا الآن يقولون عنه الحرب بالوكالة القوى العظمى الدول الكبرى كل الدولة لها مصلحة تتدخل في القضية هذه القوى تدعم هذه الجهة وتلك القوى تدعم تلك الجهة ويبقون يتفرجون علينا عندما الأم اشتغلت بالقاتل والصراع والنزاع الأعداء يتفرجون علينا ويضحكون علينا ولا يوجد هناك غالب ولا مغلوب عشرين عام خليت حارب ما شفنا بعض الحروب امتدت أعوام طويلة دولة حرب مع دولة مهما كانت الإمكانات عندها الطرف الآخر الدول الكبرى تدعمها وتبقى الحرب عشرين عام خيرات البلد شباب البلد اقتصاد البلد سياسة البلد كلها تظل في حالة استنزاف وهذه من خطط المستعمرين هذا علم يجب أن نقرأه علم معرفة الاستعمار ما هي خطط المستعمرين في بلاد المستعمرين خواب مو غافلين مو نائمين عدهم مصالح في بلادنا عدهم أحقاد تاريخية عدهم مطامع سياسية واقتصادية يسوون فد حرب أهلية تبقى عشرين عام شباب البلد يروحون خيرات شباب البلد البلاد تدمر الاقتصاد يعطل السياسة تعطل واليهود يبقون سالمين في مكانهم يعني هذا المنطق منطق أنه أنا عندي أربع رشاشات وأتمكن أن أغتال أربع أو أنا عندي عشرين مليون جندي وأتمكن أن أتغلب على عدوي هذا المنطق الآن ما يمشي في عالم اليوم عادة إذا كان يمشي في يوم من الأيام في مامض الآن يمكن مئة عام المستعمرين أشعلوا حروب في بلادنا أي مكان تنطفي حرب يشعلون حرب أخرى علماء الحضارات يقولون الحضارة تحتاج إلى استقرار أنتو حتى إذا تردون تصبحون عالم من العلماء في أي مجال من المجال تحتاجون إلى مكان مستقر البدوء الرحل لا يمكنهم أن يكونوا علماء بلادنا الآن مئة عام تقريباً في حالة اضطرار وحالة انقلابات وحالة حروب خارجية وحالة حروب داخلية فإذن الملاحظة الأولى أنه لا يوجد هناك تكافؤ في ميزان القوى ولو فرضنا أن هناك تكافؤ أو فرضنا أن هناك قوة وفي الطرف الآخر ضعف الملاك في الانتصار الآن مو القوة والضعف في حد ذاتها أكو هناك طرق أخرى إذا واحد عند حق يمكن أن يطالب بهذا الحق بطرق أخرى هذه الملاحظة الأولى الملاحظة الثانية وهذه الملاحظة ملاحظة مهمة وهي أن بقاء سورة الدين نقية هذه قضية مهمة وقضية محورية نحن يجب أن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى في أجواء الحوار في الأجواء الهادئة يمكن أن تدعونا إلى الله المنطق يمشي ولكن في أجواء في أجواء الحرب لا مجالة للمنطق المنطق بعد ما يمشي هذه أحد الأشياء التي يذكرها بعض المطلعين يقولون هذه الحروب التي الآن تشعل في الهند المسلمين في الهند شريحة كبيرة لهم منطق قوة المنطق الإسلام عنده قوة المنطق عنده الفطرة إذا الأجواء تكون أجواء هادئة هذا المنطق يمشي يؤثر الهند في يوم من الأيام كانوا كلهم كفار هؤلاء الذين أسلموا كيف أسلموا بالحرب أسلموا بالحرب ما أسلموا بالمنطق والحوار والإقناع فالقوى العالمية في كل يوم بين فترة وأخرى تشعل نار الحار بين المسلمين والآخرين عندما أكو حار عندما واحد أنتو فرضنا قتلتوا أبو هذا بعد ما يقعدوا إياكم على مائدة واحدة هذا مو مستعد أن يستمع إليكم هذا يريد يقتلكم بعد هنا من منهج الحوار ما يمشي تتحول القضية إلى أحقال ففي كل يوم يشعلون حرب في منطقة حتى هذا الزحف الزحف الإسلامي يتوقف الآن هناك في عالم الغرب تعطش إلى دين ينقضه هذه الأعمال أعمال أعمال العنف وأعمال القاتل وأعمال التفجير وأعمال الخطف وأعمال الذبح وتصور في القنوات العالم هذه تعكس أبشع الصور عن المسلمين وعن الإسلام وتخلق هناك حاجز نفسي بين الآخرين وبين هذا الدين النبي صلى الله عليه وآله في حديث معروف يقول لولا أن يقال إن محمدا صلى الله عليه وآله استعان برجال مضمون الحديث لعله ولما غلب قتلهم لضربت أعناق كثير كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وآله كانوا مستحقين للقاتل ولكن القاتل يلوث مرة واحد يهاجمك ضرورة ذاك بحث آخر القاتل عموما إلا في قصوى حالات الضرورة وبعد أن تنسد جميع الطرق الأخرى هذا يلوث الآن في جميع لعله القوانين العالمية الجواسيس يعدمون إذا وجدوا هنالك جاسوسا يأخذوا يعدمون ولكن لاحظوا سورة التوبة في مسجد الضرار وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضرارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولًا جَوَاسِسِ اِرْرُومكَنُ النَّبِيُّ مَذَفَعْهُ صلى الله عليه وآله هل قتل واحداً منه؟ في قضية حاطب ابن أبي بلتعه ذلك الرجل الذي عرض جيش النبي صلى الله عليه وآله للقطر وكاد أن يفشل قضية فاتح مكة ويمكن على أثر هذا العمل الذي قام به حاطب يمكن المئات من المسلمين كانوا يقتل النبي صلى الله عليه وآله أخذ حاطب وقتل الدماء تلوث وتمنع الإبلاغ القرآن الكريم لاحظوا كلمة الإبلاغ وكلمة البلاغ وكلمة التبليغ مكرراً مذكورة في القرآن الكريم إبلاغ يعني إيصال هذه الأعمال تمنع إيصال رسالات الله إلى البشر ولذلك في الواقع في ظل الظروف الراهنة ينبغي الحذر بشد وينبغي التوقف عن أعمال العنف لأن أعمال العنف لا تخدم الهدف وإنما تضر الهدف هذه كلمة مختصرة حول النوع الأول العنف السياسي ولعلنا نعود إلى هذا الموضوع في وقت آخر إن شاء الله النوع الثاني من العنف العنف الاجتماعي بمظاهره المختلفة تارة واحد يكون عند منهج الرفق في الحياة الاجتماعي في الحياة العائلية عندما تحدث هناك مشكلة بين الرجل وبين زوجته الآن عمليات الطلاق في العالم في بلادنا يوم بعد يوم آخذ في الإزدياد ليش لأن المرأة تقول كلمة الرجل يرد عليها بما هو حقها يعني ربما الرجل يكون محق في موقفه أو المرأة محق في موقفه ولكن بالنتيجة هذا العنف والعنف المضاد ينتهي إلى ماذا؟ ينتهي إلى الطلاق هذه الرواية مذكورة في من لا يحضره الفقيح عن الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال شكى رجل من أصحاب أمير المؤمنين صلوات الله عليه نساءه يبدو أنه كان عند أكثر من زوجة واحدة وعندما الرجل يتزوج أكثر من زوجة واحدة في بلادنا تحدث هناك عادة مشاكل فشكى منهن فقام الإمام صلوات الله عليه خطيبا فقال في حديثه فداروهن على كل حال المدارات وأحسنوا لهن المقال حتى إذا المرأة اتخذت موقف عنيف ولكن أنتو أجيبوا بلطف فداروهن على كل حال وأحسنوا لهن المقال لعلهن يحسن الفعار أما إذا واحد وإن كان محقا يعني أحيانا واحد يفكر بمنطق الحق والباطل أكو بعض الأفراد هذه منهجيتهم في الحياة أنه أنا محق والطرف الآخر مبطل أنا آخذ حقي هذا المنهج منهج إذكاء العداوات والصراعات الاجتماعية أما إذا واحد ما يفكر في قضية الحق والباطل وإنما يفكر في القانون الحاكم على قانون الحق والباطل وهو القانون الذي أشار إليه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بقوله الصلح سيد الأحكام يعني فوقها السيد الشريعة مداري رحمة الله عليه ينقل عنه أنه كان يقول كلام لطيف كان يقول أنه البعض يتصورون أن عندنا معاملات عقود عقد البيع عقد الإجارة عقد الهبة ومن جملة العقود وفي أرض بقية العقود عندنا عقد الصلح كان يقول هذا مو صحيح من الناحية الفقهية الصلح قانون مقابل لبقية العقود يعني لا عقد يعني مرة شريكان يقولون نحن نقعد نشوف كيف نحل هذه القضايا بيننا التجاريين كم حقك وكم حق مرة نقول أنا ما علي بقضية حقي وحق نصف المال إلك ونصف إلي هذا مو عاقد هذا ضد العاقد هذا لا عاقد الآن ما علي بهذا الكلام من الناحية الفقهي لكن كلامي أن هذا القانون فوق كل قانون طبعا بشر أن لا يؤدي إلى تحليل حرام أو تحريم حلال واحد إذا في حياة العائلية يفكر في هذا المنطق يعيش في حياته سعيدة وإلا واحد يعيش في عناء دائم في حديث آخر عن الإمام الصادق صلوات الله عليه مروي هذا الحديث في وسائل الشيعة يقول الإمام الصادق صلوات الله عليه كانت امرأة عند أبي تؤذيه فيغفر لها مغفر النبي صلى الله عليه وآله هذه الرواية في الفقيح فقيح من لا يحضره الفقيح النبي صلى الله عليه وآله كما في هذه الرواية يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي معانه في زوجات النبي صلى الله عليه وآله كانت امرأة اللي تقود الجيوش وتقتل عشرين ألف واحد من أولادها قال المرأة شلون روحي يعدها النبي كان يعيش مع مثل هذه المرأة شايفين في التاريخ كلمة عنيفة واحدة النبي صلى الله عليه وآله قالها في المجالات الاجتماعية الوالد رحمه الله في كتاب مسائل حديثة أنتو عندما الآن ترون منكر في المجتمع مرة واحد يواجه هذا المنكر بمنطق العنف الوالد يقول في كتابه الظاهر أنه في مثل هذا الزمان لا يجب مقاطعة أهل العصيان بل تجب بل تجب مداراتهم إذا واحد عنده ابن في البيت هذا الابن عاصي يطرد هذا الابن هذا يروح وينتهي أما إذا داراح أكو هناك أمل في يوم من الأيام أن يعود يبقى في هذا الحال الرفق واللعنف في المجال العائلي في المجال الاجتماعي في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نقل أحد العلماء هذه القضية قديمة حدثت في العراق لعله قبل حوالي أربعين عام أو خمسة وأربعين عام يقول كنت عند أحد المشاهد أو شبه المشاهد المرتبطة بأهل البيت صلوات الله عليه في شهر رمضان قبيل الغروب وكان هناك رجل أنا أعرفه يدخن علىنا أمام المجتمع منكر على نيوهاتك لحرمة شهر رمضان يقول أنا أعرفه هو رجل مؤمن يعني مؤمن بالمعنى الأعام لكنه مؤمن مو مقيد يقول رجل شايف شاف هذا فأتأثر وجاء إليه بغضب وقال له ما تخجل ذاك الرجل قال لله أنا ما أخجل قال لله أنت مو صايم قال لله أنا مو صايم العنف يولد العنف المضاد قال لله أنت مو مسلم قال لله أنا مو مسلم قال له إذن شنو دينا قال أنا يهودي قال له إذن ليش جاي في هذا المشهد المشرف قال حتى أتفرج أكو كلام آخر يهودي جاي ليتفرج انقطع البحث عند هذا الحد والرجل والرجل الشاي راح أخذ طريقة يائسة يقول أنا إجيت هذا العالم يقول قلت له أنه أنا أعرف أنه هذا أثار فيك حالة الغضب بمنطقه أنا أعرف أنت مؤمن من المنطقة الفلانية وأنا ما أقول لاتدخن لعله أنت معذور في عملك ولكن أنا أقول احتراما لصاحب هذا المشهد لاتدخن علىنا يقول بمجرد ما قلت له هذا الكلام أخذ السيجارة وأطفأها في يده ورماها هذا منهج وهذا منهج آخر نقل لي أيضا أحد العلماء قال أنا كنت راكب في سيارة وشفت أمامي أو بجنبي شاب متختم بخاتم ذهب ففكرت أنه أنه عن المنكر ما أنه عن المنكر إذا أنا نهيت عن المنكر ربما يرد علي بخشون فكنت متردد بعدين اجي هذا هذه الفكرة فقلت له سؤال عندي إذا أنت كنت نائم وأنا رأيت أنه هناك عقرب بدأ تجي لك حتى تلدغ وأنا وأنا ما نبهتك وجاءت العقرب ولدغتك أنت ما تعترض علي بعدين أنت اللي كنت تعرف أنه أنا نائم وأن هذه العقرب تأتي نحو ليش ما نبهت ما تعترض علي قال لي اعترض عليك قلت فإذا أنا أريد أن أقول لك من الناحية الأخروية خاتم الذهب للرجل عقرب وهذا يهدد آخرتك يقول بمجرد ما قلت له هذا الكلام طبعا بلطف شديد أخرج الخاتم ووضعه في جيبي يعني في الواقع العام على ما ببالي حفظه الله كان يقول في أيام المد الشيوعي في العراق كانت عندنا هيئات دينية فمرة قلت لوالدي يعني للجد رحمة الله عليه فأكل وقيت أيام المد الشيوعي والعقيدة كانت في خطار وكثير من الشباب انخدعوا بالمد الشيوعي فقلت بعض الشباب يأتون إلى الهيئة اللي أعقدها وبعضهم يتختم بخاتم ذهب أو يلبس قلادة ذهب وأنا أخاف إذا قلت لهم ذلك أنه لا تلبسون هذا الخاتم يمكن بعد ينقطع بعد ما يجي هذا إذا يجي في هذه الهيئة عقيدته بالله تثبت أما إذا راح وانقطع بعد يروح فهل أقول له ذلك يقول فقال لي والدي لا الآن لا تقول الآن ثبت عقيدته في أي وقت شفت ملائم قل له ذلك يعني في الواقع واحد يجب أن يتخذ منهج اللاعن في حياته في حياته العائلية في حياته الاجتماعية هناك أيضا بعض الروايات الأخرى نتبرك بذكرها من جملة هذه الروايات الرواية المروية عن هذه الرواية بل مروية في كتاب الغوالي يقول يقول إن امرأة معاذ قالت يا رسول الله ما حق الزوجة على زوجها فقال صلى الله عليه وآله أن لا يضرب وجهها قضية ضرب الزوجات ظلما جدا متداولة في الشرق وفي الغرب وهناك في الغرب ظاهرة أخرى مكتوبة في المجلات ضرب الزوجات لأزواجهم كثير من الزوجات يضربون أزواجهم أن لا يضرب وجهها ولا يقبحها يعني يقول لها أنت مجميلة لعله هذا الثاني أشق على المرأة من الأول أو يقول الطعام الذي تطبخيه هذا طعام ليس طيب أو يقول شوف أخت إشلون امرأة مرتبة وإنت موه الشكل أو ما أشبه ذلك من هذه الأشياء المتداولة في الحياة العائلية والتي تسبب المشاكل دائما بين الرجال والنساء المرأة تقول لزوجها شوف أخوك هذا بيت أفضل من بيتنا شوف أخوك هذا يسافر مع زوجته بالسنة ثلاث مرات وإنت لا تأخذنا للسفر ولا مرة واحدة ربما تكون بعض هذه الكلمات أشد وقعا من الضار جراحات السنان له التيام ولا يلتام ما جرح اللسان الرواية الأخرى في الوسائل عن النبي صلى الله عليه وآله النبي كما في هذه الرواية يقول ألا أخبركم بشر رجالكم فقلنا بلى شر الرجال من هو فقال صلى الله عليه وآله إن من شر رجالكم الآكل وحده والمانع رفده الضارب أهله وعبده اللي يضرب أهله وعبده اللي الآن الخدم موجودين هذا شر الرجال رواية أخرى عن الإمام الصادق صلى الله عليه هذه الرواية مذكورة في الكافي الشريف في تعداد الكبائر يقول الإمام كما في هذه الرواية والذي إذا أجابه ابنه يضربه واحد يقول لابن الشي فابن يرد عليه هذا يضرب هذا من الكبائر ينبغي علينا في حياتنا الاجتماعية وفي حياتنا العائلية وفي حياتنا السياسية أن نتخذ منهج الرفق ومنهج لا عنف إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف كما في الحديث الشريف وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح وافتح الألباب كل جهات فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقات بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات تنفقه 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 نور بلا يو اون تنفقه يان Viraj